للطلاب العائدين من روسيا والسودان اعرف بالتفصيل طريقة التحويل والتقديم للجماعات المصرية النهاردة بدأت الجماعات الخاصة والاهلية فاتح باب التقدم أمام الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للتقدم والتحويل لاستكمال الدراسة بالجماعات المصرية وده طبعا متاح لحد أول أكتوبر المقبل لكن في استفسارات وأسئلة كتير من الطلاب حول طريقة التقديم والتحويل للجماعات المصرية اهلا بكم في النشرة اخبارية جديدة من تلفزيون الوطن خلينا نقول لحضراتكم قبل كل الاجراءات دي تعملوا ايه خطوة بخطوة ونرد على كل استفساراتكم واسئلتكم في الاول نأكد انه فتح باب التحويل والتقديم للجامعات الخاصة والاهلية المصرية امام الطلاب العائدين من روسيا واوكرانيا والسودان بيأتي تنفيذها لتوجهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر وده علشان يكملوا دراستهم في الجامعات المصرية كمان خلينا نقول لحضراتكم طبعا نستعرض معاكم بقى ابرز الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والاهلية بعد عودتهم من السودان وروسيا واوكرانيا اول سؤال بيبادر الزهن دايما ايه هي الاجراءات اللي بيتتبع الطلاب الدارسين في الجامعات السودانية والروسية والاوكرانية عشان يحولوا للجامعات الخاصة والاهلية والاجابة على السؤال ده وفقا للي اعلنته وزارة التعليم العالي انه الطالب عليه التقدم مباشرة عبر الموقع الالكتروني للجامعة الخاصة او الاهلية اللي بيرغب في الالتحاق بيها وتتولى الجامعة مسؤولية ارسال بياناته الى المجلس الاعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعاته من عدم تمهيدة لاستكمال باقي اجراءات التحويل خطوة تانية هو التأكيد من اعتماد او التأكد من اعتماد الجامعة اللي كان بيدرس فيها الطالب خارج مصر من عدم وفي حال كانت الجامعة اللي بيدرس فيها الطالب معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات بيستمر الطالب في استكمال اجراءات الالتحاق بالجامعة الخاصة او الاهلية اللي بيرغب في الالتحاق بيها من خلال إجراءات المقاصة العلمية للمواد اللي درسها بالخارج أما إذا كانت الجامعة غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فبيتم إجراء امتحان لكل تخصص علشان يتم تحديد مستوى الطالب طب إيه موقف طلاب السنة التحضرية بالجامعات الروسية الوزارة قالت أنه بتعتبر السنة التحضرية سنة دراسية بيعد الطالب مقيدا ولكن بيسجل في الكلية المناظرة في مصر بالفقة الأولى لو كانت الجامعة التي يدرس بها الطالب بالخارج معادلة أما إذا كانت السنة التحضرية من جامعة غير معادلة فلا يعتد بها كمان في سؤال مهم حول اشتراطات القيد لأن وفقا للبان الصدر عن الوزارة يشترط القيد في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية عن العام الجامعية 2022-2023 ويظل السؤال ما هو وضع الطلاب المقيدين بذات الجامعة بدولة روسيا أوكرانيا ولكن عن عام 2021-2022 دعونا نقول لكم أن القيد للمسجلين حتى العام الدراسي 2022-2023 ولكن لو توقف القيد عند عام 2021-2022 العام اللي قبله يمكن التغاضي عن عام جامعي أسوة بالمتبع في تغيير المصاري أما الطلاب اللي حصلين على سنة تحضرية من جامعات معتمدة في روسيا وقاموا بالقيد في الفرقة الأولى بكلية طب أسنان معتمدة بروسيا ولكن عادوا لمصر دون البدء في الدراسة بالفرقة الأولى بسبب الظروف الاستثنائية الحالية فمن حق هؤلاء الطلاب أنهم يسجلوا في الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان سؤال ثاني مهم عن ما موقف الطالب اللي اكتاز فصل دراسي في السنة الثالثة بكليات الطب البشري في السودان أو روسيا أو أوكرانيا هل هيحول من دفعيته في مصر ويلطحق بالسنة الرابعة 2023-2024 ويلطحق بالترمى الثاني في الفصل الصيفي بالنسبة للطلاب المقايدون في الفرقة الثالثة يتم تسجيلهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاقهم من بعض المقرارات طبقا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مقرارات الفرقة الأولى والتانية التي لم يتم تدريسها بصورة مختصرة خلال الفصل الدراس الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة والفصل الدراس الصيفي للعام الجامعي 2023-2024 طبعا بيعتبر فصل دراسي كامل بيمتد لـ 15 أسبوع وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22 ساعة معتمدة كمان وضحت الوزارة فردها على سؤال من ضمن أسئلة الطلاب يعني اللي طبعا بيلتحقوا من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات المصرية وكان فيه أسئلة كتيرة عن هذه الإجراءات علشان يحولوا للجامعات المصرية وضحت الوزارة فردها على سؤال مهم هل يحق للطالب اللي درس لمدة شهر فقط هذا العام في سنة أولى بإحدى الكليات ولم يمتحن أي مقرر أنه يلطحق بالفرقة الأولى بالجامعات المصرية أو الأهلية وقالت بالنسبة للطلاب اللي لم يكتازوا فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح طبعا حتى العام الدراسي الحالي 22-23 وقدموا إثبات قدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان هيتم السماح ليهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المسجلين فيها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات مع طبعا ضرورة تقديم شهادات أو شهادة التحركات والوصائق الأخرى اللي قلنا حرارككم قبل كده عليها في نشرات ماضية أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقا للحد الأدنى عام حصوله على شهادة السنوية طب إزاي الطالب يعرف أن جامعيته في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهل هيكون في رابط إلكتروني لإفادة الطلاب بشأن مدى اعتماد الجامعة ولا لا الوزارة قالت أن العلاقة مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال الجامعات الخاصة والأهلية فقط وليس من خلال الطلاب وسوف يتم إرسال كشوف وبيانات الطلاب للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الجامعات الخاصة أو الأهلية لاستخراج الإفادات حول ما إن كان قد سبق أو لم يسبق الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات وسوف يتسلم منذوب تلك الجماعات الإفادات لكل طالب على حدة علشان يتم إدرجها في ملف الارتحاق بالنسبة لجماعات السودانية هل معترف بيها من قبل مصر ولا لا وما هي الجماعات السودانية المعتمدة من قبل المجلس العلى للجماعات بتعتبر الجماعات المعترف بيها في مصر هي الجماعات العربية الحكومية بالإضافة إلى الجماعات الأخرى اللي سبق معادلتها من قبل المجلس العلى للجماعات يعني بنكلم بقى كمان عن المقصة العلمية اللي بيعملها الطلاب لكن ازاي بيتم اجراء هذه المقاصة العلمية وما هي كمان المعايير معايير توزيع الطلاب المصريين العائدين من السودان على الجامعات الاهلية والخاصة اللي اجابة من خلال مزارة التعليم العالي اللي قالت انه بيتم تقديم الطالب او بيتقدم الطالب الى الجامعة التي يرغب في التحويل اليها مباشرة على ان يقدم الطالب ما يثبت صحة انه مقيد بجامعة روسية او اوكرانية او جامعة سودانية حتى العام الدراسي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وشهادة بالمقررات طبعا ومحتوها العلمي لعمل مقصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي وفي حالة تعذر تقديم الشهادات المقررة قبل بداية العام الدراسي عشرين تلاتة وعشرين عشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين يصبح قرار التحويل منعدي ناس كتير برضو سألت عن ليه مش بيتم استثناء طلاب الفرق الاولى من التحويل واللي لم يتمكنوا من الصفر للسودان لأسباب عدم الاستقرار أو تأخر بدء الدراسة وغيرها نقول له حضراتكم القصد هنا هو عودة الطلاب من الاماكن التي تدور بها الاحداث ولكن الطالب اللي لم يسافر في الاساس لم يصبه اي ضرر وعليه الالتزام بنظام القبول المصري في الجامعات الخاصة والاهلية تبقى لمجموع السنوات العامة ولا يجوز للطلاب التحويل من الجامعات الخاصة او الاهلية التي تم قبول تحويله بها لجامعتان لسه معاكم في شرح كل ما يتعلق بتحويل طلاب مصر العادي من الجامعات الروسية والاوكرانية والسودانية وتقدمهم في الجامعات الخاصة والاهلية علشان نجاوب على كل الاستفسارات والاسئلة اللي بتدور في ذهن الطلاب من ضمن الاسئلة دي ايه هي شروط اجراءات توصيق الاوراء المطلوبة هل يمكن اجراء التوصيق من مصر ولا لا وزارة التعليم العالي ردت وقالت ان التواصل مع المكاتب الثقافية بالسفارات المصرية في الخارج لاتمام عملية التوصيق او يتم التوصيق من المكاتب الثقافية بالسفارات الاجنبية في القاهرة وفي الحالة دي بيتم بعدها التصديق من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية وكمان اتكلمت عن كيفية حصول الطالب على المحتوى العلمي لاجراء المقاصة في ظل الظروف الحالية فتم منح مهلة ثلاث شهور يمكن مدها ولكن لابد من احضار الاوراق الرسمية وإلا سوف يتعذر تخريج الطالب بعد نهاية دراسة اما بالنسبة لجماعات السودانية المقايمة بها الطلاب فهي المعنية باستخراج اوراق مستندات الطلاب من السودان ولو طالب اجتاز الفرقة التانية ولم يبدأ الفرقة التالتة وبالتالي شهادة قيده بالفرقة التانية فقط وليس التالتة فسوف يتم قيده بالجامعة المصرية بالفرقة التانية مع تقديم ما يثبت ما تم درسته ليتم اعفاءه منه كمان من الاسئلة والاستفسارات ما مدى امكانية اعفاء طلاب السنة الاولى من شروط الاقامة او من شرط الاقامة وردت او كلمت وزارة التعليم العالي ردت في هذه القصة وقالت انه على الطلاب الرغبين في التحويل تقديم ما يثبت الاقامة الفعلية اثناء الدراسة في دول روسيا واوكرانيا والسودان حتى لعمل دراسة عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين بكافة طرق الاسبات طب ايه موقف الطلاب الدراسين باحدة الجماعات غير المعتمدة من قبل المجلس الاعلى للجماعات في السودان واوكرانيا وروسيا بالنسبة للطلاب المسجلين في جماعات روسيا واوكرانيا والسودان وغير معترف بيها من المجلس الاعلى للجماعات هيتم اجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب اما الطلاب العائدين من روسيا واوكرانيا والسودان بدون اوراق تثبت قدهم بالجماعات دي في هذه الدول واكتيازهم فصلين دراسيين او عام دراسي كامل هيتم اجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المقدم من كل طالب والمحدد به الفرقة الدراسية المقيم بها الطالب بالخارج مع التعهد باحضار الاوراق السبوتية خلال تلت شهور وضرورة احضار ما يثبت الاقامة طول هذه الفترة وفيما اتصل بالتقديم لطلاب الشهادات العربية والاجنبية للاتحاق من الجماعات الخاصة والاهلية بيتم التقديم مباشرة الالكترونيا عبر الموقع الالكتروني للجامعة الخاصة والاهلية التي يرغب الطالب في الاتحاق به اما عن كيفية التعامل مع الطلاب الدارسين باللغة الروسية قالت الوزارة ان الدراسة في الجماعات المصرية هتكون باللغة الانجليزية في الكليات العملية وعلى الطالب احضار بيان المحتوى العلمي بالمواد اللي درسها الطالب مترجم الى الانجليزية ومعتمد اعتقد احنا كده جاوبنا لحضراتكم عن كل الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالتحويل والتقديم للجامعات الخاصة والاهلية بالنسبة للطلاب المصريين العائدين من روسيا واوكرانيا والسودان شكرا لحضراتكم بكده تكون انتهت نشرتنا نشوفكم في نشرات اخرى من تلفزيون الوضع شكرا لحضراتكم